اشتركوا في القناة وقرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كانوا في الأول ونحن أدركنا ذاك الزمان كان المصحف لا يوجد إلا نادرا بأيدي بعض الناس ويستعير بعضهم من بعض يستعيره بعضهم من بعض والآن والحمد لله امتلأت الرفوف وامتلأت المساجد والمكتبات والمكاتب ولا مكان إلا وفيه مصحفنا وأكثر وهذا حجة علينا يوم القيامة فعلينا أن نحترم هذا القرآن وأن نعمل به وأن نحبه وأن نتلوه حق تلاوته وأن نتعلمه ونعلمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ترجمة نانسي قنقر ثقبل ترجمة نانسي قنقر